لا مفاوضات ولا حل مع الفلسطينيين ليس هذا مجرد شعار لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بل خطة عمل بنت يرفض أيدولوجيا حل الدولتين وقد كان رئيسا لمجلس المستوطنات سابقا لكن في مواجهة الضغوط الأمريكية قرر العودة إلى فكرة السلام الاقتصادي التي نظر لها نيتانياهو بالتركيز على الاقتصاد والأمن بنت شخصيا لا يعتزم الاجتماع إلى الرئيس الفلسطيني أو ترك الانتباع بأنه على استعداد للتفاوض حول الحل السياسي أقصى حد يسمح بنتا لوزير الدفاع أن تقتصر معالجة الأمور على شؤون الاقتصادية ووضع السكان المعيشي وشؤون التنصيق الأمني الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها التي تضم أحزابا يمينية وأخرى يسارية إلى جانب حزب عربي لا تبدو قادرة على التقدم خطوة نحو حل سياسي مع الفلسطينيين وحتى وزير الخارجية الذي سيصبح رئيسا للوزراء بعد سنتين يقول إن حل الدولتين الذي يؤيده غير قائم حاليا تأييد حل الدولتين في الظروف الحالية معناها بالنسبة للبيد تبديد مسعي الشخصية وسقوط حكومة بنت مسعى إسرائيل لإيجاد التوازن بين عدم انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والمواجهة العسكرية المتكررة مع حماس في غزة تبقي على محاولة تكريس الوضع القائم واستمرار الاستطان رغم أنه قد يمهد لحل الدولة ثنائية القومية التي يعتبرها الإسرائيليون الخطر الأكبر لا فرق بين حكومة بنت وحكومة نيتانياهو في الموقف من الحل مع الفلسطينيين وإن حاولت إشاعة أجواء تجميلية برأي مراقبين فالتقاء المصالح بين اليمين واليسار على البقاء في سدة الحكم يضع معادلة صفرية تخلق شللا سياسيا قد يحرك انفجار ميداني في العلاقة المتفجرة بطبيعتها مع الفلسطينيين زياد حلبية العربية القدس الغربية ترجمة نانسي قنقر